انا ما بطلب من فيسبوك اللي ضغط في فيسبوك في امريكا وكلكم تعلمون الكلام ده اما بطلب من فيسبوك انه هو يحددلي الايبهات بتاعت الناس مرودش علي وهو الذي يقيم اذا كانت هذه الجريمة تمس امن قومي ولا لأ طب خراب البيوت اللي موجود طب صور البنات الاريانة اللي في كل حتة طلبت المدارس ولادنا وعائلتنا اللي موجودة على المواقع يعني اقعد انا اشتغل بقى في الصياغة واشتغل في 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 انت بتتكلم عن انه البعض بيستخدم بعض الصفحات لتحطيم عائلات وتحطيم شمع المنات انا فيه عندي حضرتك اذا كنا بنتكلم عن الاختراقات والخصوصيات والكلام ده كله لا انت ما تيجي تدخل على الواتس اب والفايبر والكلام ده كله انت فيه رولز عندك موجودة ومحدش بيقراها اننا موافق ان كل رسالة تتاخد وموافق ان كل صورة تتاخد وموافق ان كل اللي انا بكتبه يتاخد يعني هو الغريب اولى من ان احنا يعني ابتكلم في ايه انت مختار ده في الواتس والفايبر طبعا رولز موجودة وانا بدي اكسبت انا موافق انا بقراش اصلا انا بقراش انا بدي اكسبت ان انا موافق على الكلام ده كل بياناتك بر خصوصية اللي بنتكلم عليها فالوطن اولى البلد اولى بقى خصوصية اللي باتكلم عليها انا بقول الهدف الاسماء هو مصلحة الوطن اما تيجي حالك تقول لي من برنامج ده والكلام اللي انتو بتقولوه ده هتحقق مية في المية من النجاح والسيطرة الامنية والاحكام الامنية اقولك لا لو حققت تلاتين في المية انا نجحت نجاحها هايل انا عندي عدد المستخدمين قد ايه وعندي مواقع قد ايه وعندي كمية الازاء قد ايه هاعد انا قدام الناس دي كلها بقى ساكت واقول انت اخترقت حساب طب انت مخترق اصلا انت كل بيانك مسافرة انت مجرد انك تحط الصورة على البروفايل بتاعك وحد ينصحك انك ما تحط الصورة الصورة سافرت خلاص لما تدلت الصورة وتعملها اي حاجة وتحط مكانها صورة الكعمة صورة كذا صورة كذا سافرت خلاص يعني لأكثر من جهة وخلاص ويستطيع انه يجمع كل المعلومات وفي حد بيستخدم كل المعلومات دي لصالحي خارج حدود الوطن انت متصنف في كتائب موجودة متصنفك او انت انت ما بتلاحظت حالك ما تيجي تدخل على مواقع للشراء ولا مواقع حتى اللي باحية انه بتفتح لك صفحات من غير انت ما تطلبها في واحد شايفني هو راكب على الحساب وشايفني انا بعمل ايه ده متصنف بتاع شراء وده متصنف بتاع موبايلات وده متصنف مواقع إباحية وده بتاع ستات و بتاع خيستاثه من حتة دي أولما تدخل لي صفحات وانا مش طلبها أهما في ارهاب على الانترنت وفي تسبيت 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 على الانترنت بثبتك طبعا انا فام من التسبيت في الشارع التسبيت في الشارع التسبيت في الشارع مرئي انا واحد بيثبتني بسلاح بياخد فلوس بياخد العربية لكن فيه تثبيت على الانترنت وشخصيات عامة بيثبتك ازاي انه انا جمعت معلومات عنك ونفذ اللي انا اقولك عليه بيرميلك صورة واحدة وبتبتدي تتواصل معاها وبعدين يبتدي يحصل التواصل معاها يبتدي يدخل على مواضيع شخصية واباحية والكلام ده كله في نهاية المقبلة فتمكن منك بتحس ان انت خلاص لو ما دفعتش الساعة كذا فلوس كذا انا هبعد كل الكلام ده على الفيسبوك على جميع اصدقائك فبتبطر انك تدفع ده التثبيت تثبيت الكتروني خبالكم يا جماعة عشان ما تتثبيتوش وكمان الاهم بقى لا اللي يعرف ستات يعرفها في وشها كده لكن على الانترنت لا عشان يقدر يسيبها في وشها برضو لكن على الانترنت فيه تثبيتها في الانترنت فيه قتل الكتروني قتل الكتروني طبعا ازاي اما حصل في فرنسا السنة اللي فاتت وكان ذكرت هزيه كلام طبعا انا حصل على المجلسطير في الجريمة معلوماتي وكان من ضمن دراساتنا ان حصل جريمة في فرنسا وكان واحد عايز ينتقم من مراته مجرد انها تحجزت في المستشفى اخترق الجهاز في الانها مركزة اخترق الجهاز لعب في نسب الانسولين طبعا الممرضة اللي موجودة بتديها حسب الشاشة خادت نسبة زيادة ماتت وهو قاعد في بيته وخاد يكون هذا طبعا لا سكينة ولا مطوى ولا عصايا ولا خايف من بوليس ولا اراق الدماء ولا الكلام لكل الموضوع كبير اجي انا اتكلم عن صياغة واتكلم عن كراسة وادي مواضيع رنانة الموضوع كبير جدا طب ما بجد يا سيد محمد يعني ما احنا ما كده كده المعلومات بتذهب بتسافر طب ايه المشكلة لما تيجي وزارة الداخلات تقول لها ما اخدها اقول لا لا طبما انت وعدها اكثر من جهاز مخابرات بسيطة في سياسة خصوصيات بتتم على اي شبكة من الشبكات دي اللي انت بتوافع عليها وبتعمل عليها هم بيحتفظوا المعلومات دي بغرض التحليل يعني انا اعرف النهاردة متأكد انه غرض التحليل بغرض التحليل بدليل ان الفيسبوك تقدر تعرف من اين حسن النية ده انا مش هيستخدمها افنب انا عايز اقول لها حركة ملخص هذا الكلام احنا اه يعني واخدين مقلب جامد اه اللي هو التكنولوجيا دي تكنولوجيا مطاعمة بالسم ترجمة نانسي قنقر